موسيقى متتبعي قناة الفاس برايس ومتتبعي طرائف شروق نلتقي من جديد هذه المرة سنعرف ماذا جرى في ألعاب أولمبية سيول يكسي شروق سيول كوريا الجنوبية البطل للطريفة ماذا كان هو البطل الأسطورة سعيد أويطا سعيد أويطا كانت ميدالي الذهبية في لوسفة عجلة 84 وفي 88 أويطا معروفة للتحدي وبغيني ديجج ميداليات في 800 وفي 1500 وشارك في الإقصائيات ولكنه قال يتواعوك وتصاب في الإقصائيات ولعب النهاية اللولة سبق 800 وحتى الصف الثالث صعوبة وحتى المركز الثالث ولكن كان الغد الغد كان السبق 1500 نهاية 1500 نروح إلى الجاردة مغربية حجبية باللغة العربية على أساس أنك تعرف الضغط وفارق توقيت بغرب وكوريا وكوريا فذيك الجاردة يعني يرى مية في المية رأى ويطار أهل لعب النهاية الـ 1500 الغد كان لقوا الجاردة كان قرأوا واحد عنوان عريض بالبونت العريض بالبونت العريض وكل شيء عريض وبعد العنوان ولكن ما معناه بأن المساء اليوم أويطار سيأخذ ونهاية سبق 1500 ونروح أويطار من لسالة فنالة الـ 800 فما كان يستطيع أن يزيد فنالة الكمل بصعوبة ومن الطرائف اللي عندما علاقة بين الصحفة الرياضية وما بين الرياضة وهذا العب النهال والسالة الرياضة وهذا العب نجد في مية 5 ألف لم تكن حيث 5 ألف ثم لهذة الـ 100 ألف و هناك العب ورد العب ثم وعده وربما كان يقب الأخير ليس كثيرا ونهاية عام ونهاية عام وفي السنوات الأخيرة ونرأوا ما يمكنك الإهتمام العريض مقاوش هذا في الساعة هذا إشكال هذا لم يكن في الطرائف حزائين أزمدين على القواء والرياضة في كل عام و لماذا لا أعطان المغرب أحد الأجير أخرى خالد بولامي و برايم بولامي خاصة سند الجوج عويتة و قروج أساقق كانوا واحد الجيل صلاحي السون خالد بولامي و برايم بولامي زهبيدوان زهروازيز دور كله و الأوقات لا تعرفون ما في 1990 في عدية بطلة العالم كان المغرب هو الخامس عالميا كانوا الحقيقة الموليد المتحدة الأمريكية و كانوا الحقيقة الروسي و كانوا الحقيقة المغرب هو الخامس و و قد تخل في السباق لم تفهم شيء في مرسوب الأولى و قمت بأخذ مراقم القياس نعم تفهم في ميداني الدهبية لا، تفهم و تشوف تفطط ثقف ثقف فتقولي عالي وليس يريب عليك هنا أقولينا لدينا فرصة ويريدة بحال تنيس كانت كنت لعبار كانت أحسن 100 لاعب كانت أستاذ الدول و كانت المغرب معهم السويد والتشيكوين كما قلت يستشعروا خلينا افترائف خلينا نضحكي لما ندخل احزان تعريض الوطنية شكرا متتبعي قانوة الفاس بريس والى طريفة اخرى ان شاء الله